أهلاً بحضرتك والمشكلة النهاردة حساسة جداً 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 الناس بتفتكر بنتكلم كلام عادي إن فيه أم بتفرق ما بين ولادها قفي فيه أب بيفرق ما بين الولد والولد قفي ده بيحصل مشاكل نفسية واكتئاب وأحيانا فيه بنات بتطفش بتطفش من بيت أهليها وبينلاقيهم مرمين في الشوارع بسبب برضو معاملة الأم أو معاملة مرات الأب بس خلي مرات الأب على جن إزاي الأم إزاي الأم بغريزة الأمومة وأنا أم إزاي قدر أفرق كتا إزاي بين ولادي يعني أنا ما بتخيلش فيه أم البها بيجيبها على عيل وعيل تاني لا صحيح الأول عايزين نقول بس مقدمة مهمة أوي إحنا كأولياء أمور اللي بيحكمنا في تعاملنا مع أولادنا هو العاطفة فيه الشاطر اللي بيقدر يقنن العاطفة دي ويستخدم العقل بتاعه فأز لي بالتنشئة وفيه العاطفة بتسيطر بطريقة كبيرة جدا بس إحنا مساكين وفيش حد أهن والدليل على كده إيه سيدنا يعقوب عنده أولاد كتير حب سيدنا يوسف أوي أخواته حسه غاره فأزوه شفت الغيرة يعني شفت لما أخوات يتكتفوا على سيدنا يوسف ويرموه في البير ويبقوا مبسوطين إن هم بيموتوه كل ده بسبب إن الأب فرق ما بينهم وما بينه صحيح ما دي غيرة غيرة قاتلة